بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل يوم سبت على مدى عدة حلقات سابقة فتحنا مع حضراتكم ملف هام جدا جدا وكان بناء على رغبة الكثير جدا من حضراتكم وهي حلقات عن الحمل وكل ما يتعلق بالحمل فيما يخص طبعا الجنين تطور الجنين وبعض المعلومات أو الكثير من المعلومات المفيدة جدا جدا لكل الأمهات اللي بصدد إن شاء الله ربنا يكتب لهم هذه التجربة الجميلة عملنا حلقات كتيرة وممكن ترجعوا لها على وسائل التواصل الخاصة بيحكى أنه سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب هنبدأ حلقة النهاردة على طول وهنكمل فيها هذا الملف وزي ما وعدنا حضراتكم برضو في الحلقات اللي فاتت إن شاء الله مع نهاية هذه الحلقات هيكون عندنا يعني موسوعة معرفية متكملة عن كل ما يمكن أن يخطر على بال أي أسرة بيخططوا إن شاء الله أنهم يكون عندهم حمل بإذن الله وده طبعا بيكتمل مع المنظومة اللي إحنا ماشيين فيها مع حضراتكم من بداية حلقاتنا وهي العناية والتركيز على كل الموضوعات الخاصة بالأسرة بشكل عام سواء الصحة أو الموضوعات الاجتماعية أو النفسية موضوعنا الأولاني النهاردة هنبدأ بقى تفتكروا لو جمعنا عدد كبير جدا جدا من الزوجات والأزواج وعملنا معهم إحصائية كده عن مثلا أهم خمس لحظات مرت عليهم في حياتهم الزوجية تفتكروا كده معي الأجوبة هتكون إيه بتهيقلي عدد كبير هيختاروا يوم فرحهم مثلا من ضمن قيمة يعني الطوب فايف اللي احنا بنقولها دي أهم خمس أحداث في حياتهم الزوجية أكيد كمان في ناس هيفتكروا لحظات رومانسية حتى من قبل الجواز زي مثلا أول يوم شافوا بعض فيه أول كلمة حب وهكذا يعني بتهيقلي برضو أن في ناس هيختاروا تاريخ أول خناءة حصلت بينهم وأكيد تاريخ ولادة أول طفل يمكن حاجات كتيرة قوي لكن المؤكد ومن وجهة نظري أن كل الأزواج والزوجات هيكون عندهم اختيار ثابت في لحظة هيشتركوا فيها كلهم مع بعض مهما كان ترتيب بقى اللحظة دي وسط قائمة زي ما قلنا أهم خمس أحداث في الحياة الزوجية اللحظة دي هي لحظة اختبار الحمل وتحديدا لما بيتعمل لأول مرة يعني هتلاقي كده أي زوج وزوجة تسألهم السؤال ده فاكر أو فاكرين لحظة معرفتي أنك حامل لأول مرة أقول لك طبعاً وكنا في المكان الفلاني وكان يوم كذا وكان التوقيت من اليوم كذا كانت الدنيا الجو حر ولا الدنيا بتمطر كنا لابسين كذا كنا فين بتاع وهكذا بتهالن الاختيار ده اللي ما فيش زوج أو زوجة بينسوه لأنه في اللحظة دي نقدر نقول وبمنتهى التأكيد أن مجرى حياة الزوجين دول بيتغير وبيتغير معاهم اسمهم من زوجة إلى أم ومن زوج إلى أب ومن وصف الحالة بنعبر بيها عنهم أنهم اتنين متجوزين لحالة تانية أروع وأجمل بتتلخص في كلمة واحدة رائعة وهي كلمة الأسرة واسمحوا لي أن كلامي معاكم عن اختبار الحمل وهي اللحظة اللي بنعرف فيها الحمل يكون من خلال خمس أسئلة يعني أنا عايز أقدم لحضراتكم معلومات عن اختبار الحمل وده موضوع مهم جدا أنكم تعرفين فيه معلومات من خلال خمس أسئلة السؤال الأول لو الزوجة شكة إنها حامل تتأكد إزاي؟ ده أول سؤال والإجابة إن فيه مرحلتين للتأكد من الحمل المرحلة المبكرة وده من خلال إجراء اختبار الحمل المنزلي واللي بيكشف عن وجود هرمون اللي هو HCG وده هرمون الحمل وده عن طريق الاختبار الحمل اللي بتعامل من خلال البول فيه طريقة تانية برضو للتأكد من الحمل في المرحلة المبكرة وبتكون عن طريق إجراء تحليل الدم والبحث برضو عن نفس الهرمون يعني في المعمل لما بيسحبه منك عينة بيدوره برضو على نفس الهرمون اللي هو HCG أو ده اختصار لحاجة اسمه يومان كوريونيك جونادو تروفين ده اختبار الحمل والحقيقة إن تحليل الدم بيكون اللجوء إليه لو كانت الدورة الشهرية غير منتظمة خلوا بالكوا بقى من المعلومة دي أو في حالات وجود النزيف خلوا بالكوا يعني إحنا في المرحلة المبكرة من الحمل ممكن يعني نلاقي على طول اختبار الحمل نعمله وهنعرف دلوقتي مدى دقته لكن بنتأكد بقى باختبار الدم لما يكون فيه عدم انتظام في الدورة الشهرية أو كان فيه نزيف يبقى مبدئيا كل زوجة ما جتلهاش الدورة الشهرية ومتجاوزين يعني ما جتلهاش اتأخرت عن معادها فترة ممكن إنها تشك في إن حصل حمل هي والزوج طبعا فيبتدوا يعملوا الاختبار المرحلة المتأخرة بقى من الحمل والمقصود بالمرحلة المتأخرة يعني بعد مرور عدة أسابيع من الحمل فممكن التأكد من الحمل عن طريق إجراء الفحص بالموجات فوق الصوتية وده بيحصل في أول فحص بالموجات فوق الصوتية واللي بيكون عادة مع نهاية الأسبوع الـ 12 يعني في نهاية الشهر الثالث من الحمل لكن باعتقد إن يعني 99.9% من الزوجات في الكون كله مش هيستنوا ثلاث شهور عشان يتأكدوا هي حمله ولا لأ أكيد بيتأكدوا في مرحلة مبكرة ولكن معاد إجراء الفحص بالموجات فوق الصوتية اللي بيبقى في نهاية الشهر الثالث بيكون ده حاجة مؤكدة وبنعرف معلومات كتيرة قوي وتكلمنا على الموضوع ده في حلقة سابقة على فكرة دقات قلب الجنين دقات القلب ممكن تتسمع اعتبارا من الأسبوع السادس من الحمل يعني بعد شهر ونص من الحمل يبقى ده كان أول سؤال لو الزوجة الحامل شك أنها حامل شكة أو الزوجة شك أنها حامل تعمل إيه؟ طيب السؤال الثاني إمتى أكتر وقت بدري تقدري فيه تتأكدي من الحمل يعني أكتر وقت بدري يعني أنا أنا شكة بس لسه الموضوع هل أستنى كتير ولا أستنى أيام ولا أسابيع ولا إيه؟ والإجابة أن ده ممكن يحصل اعتبارا من اليوم اللي كنت متوقعة فيه الدورة الشهرية وما جاتش كل السيدات بيبقوا عارفين أنه الدورة الشهرية أنا متوقعة مثلا أنها تجي لي بعد ثلاثة أيام بعد أربعة أيام كل السيدات بيبقوا عارفين الحكاية دي وفيه كمان دلوقتي أبليكيشنز أو تطبيقات بتساعد الحكاية دي لما بتدخلي فيها المعلومات يعني بتساعدك عن طريق أنك تدخلي المعلومات الخاصة بيكي فبتقولك أنه الدورة الشهرية متوقعة مثلا خلال يومين أو خلال ثلاثة يبقى أكتر وقت بدري هو اليوم اللي هي ما جاتش فيه لقي طب إيه السبب؟ السبب أنه هرمون الحمل بيبدأ إفرازه في الجسم وبيظهر سواء في البول أو الدم بمجرد انغماس البوايدة المخصبة في بطانة الرحل فبالتالي نقدر نتأكد من حدوث الحمل أو تقدري تتأكدي من حدوث الحمل بدري على قد ما تقدري ما تقلقيش خالص شوفي بقى لدرجة إيه؟ لدرجة أنه من اليوم اللي كانت الدورة فيه متوقعة يعني ما تقوليش إيه؟ أنا الدورة مثلا كانت المفروض تجيلي النهاردة أستنى بقى أسبوع إنما لو عايز تعملي النهاردة هتلاقي النتيجة تمام؟ طيب السؤال التالت فيما يخص برضو موضوع اختبار الحمل إذا لو كانت الدورة الشهرية ما جاتش تمام كده؟ والزوجة عملت اختبار الحمل وكانت النتيجة سلبية هل ممكن برضو تبقى حامل؟ الزوجة الدورة الشهرية بتاعتها ما جاتش تأخرت عملت اختبار حمل طلع سلبي هل ممكن تبقى حامل؟ إجابة السؤال ده إنه ده لو حصل فالمفروض إنك تعيدي لاختبار مرة تانية بعد ثلاث تيام على الأقل يعني أي واحدة زوجة حامل الدورة الشهرية عندها تأخرت عملت اختبار حمل طلع سلبي أو طلع نيجاتيف عديه تاني بعد ثلاث تيام في بعض على فكرة في بعض أنواع الاختبارات الحمل المنزلية بتكون قادرة على التقاط هرمون الحمل في مرحلة مبكرة جدا وفيه أنواع تانية لأ فهمتوا قصدي؟ عشان كده لازم مع اختيار النوع يكون فيه التزام وفهم كامل لتعليمات التنفيذ طبعا لو حصل إعادة لاختبار الحمل بعد الفترة دي وكانت برضو سلبية وفضلت الدورة الشهرية منقطعة المفروض بقى تستشيري طبيبك أو الطبيبة اللي بتتابع معها في أمراض النساء والولادة على طول لأن فيه أسباب طبية بتخلي الدورة الشهرية تتأخر أو تغيب بخلاف الحمل فهمتوا قصدي؟ يعني مش كل ما الدورة الشهرية تتقطع يبقى لازم الزوجة تبقى حامل لا إنما بنقول إيه؟ السبب الأهم والأكثر شيوعا أنه بيحصل حمل طيب نعمل إيه؟ نعمل اختبار حمل طلع سلبي عدي تاني بعد ثلاثة يام تمام كده؟ طيب السؤال الرابع هذا سؤال بقى مهم جدا كل الناس تقريبا بتسأل السؤال ده ومهما يعني ناس مرت بالتجارب بيرجعوا برضو هما نفسهم لما يبقوا في الموقف بيسألوه هل اختبارات الحمل المنزلية اللي انت بتعملها في البيت دي بتكون دقيقة؟ والإجابة إنه لو تم تنفيذ التعليمات بدقة اللي بتكون مكتوبة برا دي أو اللي بيشرحها لك الصيدالي أو الصيدالية الصيدالانية وانت بتشتريه بتكون الاختبارات دي دقيقة بنسبة من 97% ل99% يعني دقيقة جدا لكن بنكرر مرة تانية لو الدورة الشهرية ما كانتش منتظمة ممكن إعادة الاختبار بعد عدة أيام أو اللجوء بقى لتحليل الدم في المعمل يعني كمان لو كانت الزوجة بتاخد علاج لتنشيط عملية التبويض في ناس بيبقى عندهم حصل تأخر في الحمل فبيروحوا لده كثرة فبيعملوا لهم تنشيط للتبويض ممكن نتائج الاختبار المنزلي في الحالة دي ما تكونش دقيقة تمام؟ آخر سؤال مش احنا قلنا خمس أسئلة خاصين باختبار الحمل إزاي اختبار الحمل المنزلي بيتعامل؟ والإجابة إنه بيتعامل سواء في اليوم زي ما قلنا اللي انقطعت فيه الدورة الشهرية أو اليوم التالي أو بعد مرور ثلاثة يام على انقطاع الدورة الشهرية كل المطلوب هو اختيار النوع اللي ممكن يختبر وجود الحمل في المرحلة المبكرة دي يعني وانت بتشتري كده النوع من الصيدلية تسألي الراجل تسألي الصيدالي أو الصيدالانية الفحص ده أو الاختبار اللي أنا بشتريه ده بيقدر يعرف يعمل النتيجة بدري أو في الحمل هيقولك آه هيديك النوع المخصوص لأنه هما كذا نوع يعني وعلى الرغم إن كتير جدا من الاختبارات الحديثة بتؤكد في النشرات بتاعة تصنيعها إنه ممكن إجراء الفحص في أي وقت من اليوم إلا إننا بقى عايزين ننصحك النصيحة العملية الطبية إن اختبار الحمل المنزلي يتعمل الصبح بدري يتعمل الصبح بدري مش بس كده وتحديدا باستخدام أول عينة بول في اليوم يعني لما تيجي زوجة حامل عايزة تعمل اختبار حمل ما تعملهوش بقى الساعة 6ة بالليل و7ة بالليل لا الأفضل أنا بقولك هو الأفضل تعملي اختبار الحمل ده أول ما تصحي من النوم مع أول مرة تعملي فيها بول يبقى مع أول عينة وأول ما نصحى من النوم وده له سبب إن تركيز هرمون الحمل بيكون في أعلى مستوياته في بداية اليوم في بعض الأراء الطبية بتنصح كمان بتخفيف أو تقليل كمية المية اللي تشربيها اليوم اللي قابله شوية بالليل مساء اليوم السابق يعني إيه؟ يعني أنت هتعمل يا هولغ اختبار الحمل مثلا بكرة الصبح يبقى النهاردة بالليل ما تشربيش مية كتير دي برضو بتساعد على إن النتيجة بتكون دقيقة جدا وطبعا زي ما قلتلكو الأنواع بتختلف في طريقة الفحص يعني فيه أنواع بتكون شريط بيمر عليه البول وأنواع تانية بتطلب وضع كمية من البول في شيء نظيف وبعدين باستخدام قطارة بيتم وضع نقط من البول على مكان محدد في الاختبار كل نوع يعني تلاقوا مشروح فيه أو فيه شرح بيتعمل إزاي بس في كل الأحوال النتيجة بتظهر في خلال مدة زمنية قصيرة وبتكون محددة ومذكورة على الاختبار يعني هيقولك النتيجة تظهر كمان دقيقة كمان دقيقتين كمان تلات دقايق صدقوا بقى اللي مكتوب ده تمام وبيكون مكتوب كمان احتمالات اللون سواء في حالة الحمل يعني مثلا لو الاختبار إيجابي هيقولك اللون بيبقى كده أو في حالة عدم موجود الحمل هيقولك لو الاختبار سلبي هيبقى اللون كده وفيه أنواع تانية بتبقى شرطة وشرطتين بتظهر كتير بقى الحاجات دي في الأفلام دلوقتي يبقى لو شرطتين مش عارف تبقى إيه ولو شرطة تبقى إيه خلاص كده نفذوا الكلام اللي مكتوب ده هتلاقوا النتيجة سهلة جدا 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 بكرر مرة تانية إذا تم استخدام لاختبار صح اختبار الحمل فالنتيجة بتكون في منتهى الضق أعتقد كده إن احنا ده الموضوع الأولاني كان في حلقة النهاردة ويا رب نكون أفدنا ناس كتير قوي قوي لأن فيه ناس كتير قوي يقولك إيه لا أنا برضو مش متطمنة استخدار الحمل ممكن يكون فيه غلطة هو مصمم على إنه يتعمل في البيت ومصمم على إنه بنستخدم فيه قطارات من البول يعني هو تصميمه وطريقة استخدامه مش طريقة طبية هم الناس اللي صنعوه في المصانع بتاعت هذا الاختبار الطبي الدقيق والمعقد بيكونوا عاملين حسابهم إن أي حد في العالم هيستخدم الاختبار ده أي حد يعني مش عايز درجة ثقافة معينة مش عايز درجة تعليم معينة مش عايز قدرات معينة خالص هو بس نعرف إيه اللي بتعمل أنا بقولكوا بقى المعلومات الإضافية بس إن احنا نعمله في أول اليوم ما نشربش مياه كتير في اليوم اللي قبله بالليل ما تشربش مياه كتير في اليوم اللي قبله بالليل وتاخدي الاختبار تاخدي قطرات البول ده من العينة الأولى اللي أول عينة بول تخرج من الجسم ده كان موضوعنا الأول في حلقة النهاردة طيب موضوعنا التاني إيه بنمهد لكوا يعني عشان قبل ما نطلع الفاصل موضوعنا التاني عن محاذير الأدوية العلاجية في الحمل فاكرين في حلقة من الحلقات اللي عملناها لحضراتكم قلنا إيه قلنا فيه ناس كتير قوي أول ما تبقى حامل ما هو الحامل دي معرضة أن يجي لها برد معرضة أن يجي لها حساسية معرضة أنها يجي لها حاجة صدرية مثلا وعايزة أدوية معرضة أنها تبقى حاجة جهاز هضمي فاهمين قصدي ففيه كده رأي أو فيه فكرة عند ناس كتير قوي يقولوا إيه الحمل ما ناخدش معها أدوية خالص لا فيه محاذير يا ترى بقى إيه هي المحاذير للأدوية العلاجية خلال الحمل ده موضوعنا التاني في حلقة النهاردة هنطلع لفاصل ونرجع نشرح لكم هذا الموضوع بالتفصيل يحكى أنه متواصل مع حضراتكم خليكم معنا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في القسم الثاني من حلقة النهاردة من يحكى أنه واللي فيها بنستكمل موضوعاتنا الكتيرة جدا جدا الخاصة بالمعلومات الأساسية اللي لازم تكونوا عارفينها كلكم كزوج وزوجة أو كأب وأم إن شاء الله عن الحمل في حلقة النهاردة اتكلمنا عن اختبار الحمل وقلنا معلومات كتيرة عنه من خلال خمس أسئلة وفي الحلقات السابقة اتكلمنا عن الموضوعات كتيرة جدا جدا اللي عايز أو أي حد عايز يعني يرجع لهذه المعلومات في أي وقت هيلاقيها موجودة في الأرشيف بتاع حلقتنا على اليوتيوب أو على فيسبوك يا طرق إيه هي محاذير الأدوية العلاجية في الحمل وخدت بالك أنا قلت إيه الأدوية العلاجية يعني إيه الأدوية العلاجية يعني دوى بيأخذ لعلاج حل مرضية مش دوى بيتاخده خلاص مش دوى أنا باخده أصلي متعود أخده فتمام أصلا بيجي لي شوية صداع فمتعود أخد مسكن رجلي بتوجعني شوية فمتعود أخد مسكن لا هو ده في العام ده غلط لكن في الحمل بقى ده غلط جدا في الحمل الأدوية لابد أن تكون أدوية علاجية الأدوية الثانية دي اللي بيقول عليها الطبيب والطبيبة اللي بيتابعوا حمل حضرتك يعني لما تقولك تاخدي فوليك أسد تاخدي حديد تاخدي كالسيوم دي أدوية خاصة بالحمل ملناش دعو به خلاص تنفذيها كده بالزبط إنما أي دوى تاني أي دوى تاني لازم يكون دوى علاجي مش يتاخد كده زي ما بيقولوا كده إيه من غير سبب أو مش هيدور لا هيدور اللي قدر الله في الحمل طيب إيه بقى محزير الأدوية العلاجية في الحمل النصيحة الرئيسية في موضوع تناول الأدوية أثناء الحمل هي ضرورة تجنب أخذ أي أدوية قبل استشارة الطبيب المتابع لحملك خلاص كده يعني ممنوع ناخد أي دوى من غير ما الدكتور أو الدكتورة اللي بيتابعوا الحمل يكون عارف على فكرة في بعض الناس بيفتكروا إن الأدوية ممنوعة تماما خلال شهور الحمل في ناس فكرة كده يقولك لا دي حمل ما تاخدش دوى بقى والحيانة الاعتقاد ده خطأ الصح إن في أحوال معينة بيتاخد فيها علاج محدد لغرض محدد لوقت محدد علاج محدد لغرض محدد لوقت محدد طيب المعلومة التانية المهمة هي إن الأدوية اتضر بالحمل مفاجأة دي أدوية قليلة مش كتير زي ما كتير مع حضراتكم فكري الناس ممكن تفتكر الحكاية دي لكن هرجع وأقول برضو رغم المعلومة دي ممنوع تماما تناول أي دواء بأي جرعة خلال الحمل من غير استشارة الطبيب المتابع دلوقتي بأعيز أكلم حضراتكم عن بعض أنواع الأدوية المتدولة واللي ممكن يكون لها احتياجات أو عليها تحفظات محددة خلال فترة الحمل وأكيد بعض النصائح المتعلقة بيها هنبتدي بأدوية علاج القيء الأنتي إماتيكس الأدوية اللي هو كتير قوي من الحوامل وتحديدا في الفترة الأولى من الحمل بيكون عندهم عرض القيء الترجيع يعني بيكون كتير أو غمامان النفس يعني فيه غمامان النفس اللي هي النوزية بس ومن غير ترجيع وفيه بقى غمامان النفس والترجيع طيب اتفقنا قبل كده وفي حلقة من الحلقات وقلنا فاكرين لما كلمنا عن غطيان الصباح وقلنا فيه وسائل غير طبية يعني وسائل طبيعية الحاجات اللي عليها جنزبيل هي المأكلات الجفة زي البسكوت والحاجات دي كلها يعني قلنا حاجات كتيرة قوي قوي وإن احنا ما ناكلش حاجات كتيرة لكن ناكل مرات قليلة كتيرة قلنا حاجات كتيرة ممكن ترجعولها لكن نفترض دلوقتي بقى ان احنا عندنا حالة لا بقت مزعجة على المرأة الحامل أو على الزوجة الحامل طب وتستلزم وجود دواء طبعا الأدوية دي ممكن الطبيب المتابع ليكي هو اللي يرشح لك أحد أنواعها ده إمتى زي ما قلنا في حالة وجود معاناة شديدة من غطيان الصباح أو الغطيان اللي بيجي عند بعض السيدات الحوامل إمتى؟ إمتى الدكتور بيوصف بقى الدواء؟ خلوا بالكم مش عشان انت بتصعابي عليه لأ ما هو انت يعني زي الفل إن شاء الله الدكتور بيوصف الدواء لما يكون هذا العرض أصبح عائق قدامك أنك تتغذي تغذية سليمة فهمتوا قصدي؟ يعني الشرط أن الناس تاخد أدوية للترجيع أو مضادة للترجيع أن تكون انت مش عارفة تكلي وده بيبقى خطرة على حضرتك وعلى الجنين والأدوية دي كتير قوي منها الأقراص ومنها حتى طلعها دلوقتي أدوية زي شرايط كده بتتحط على اللسان ولكن الشرايط دي بيبقى لها توقيت معين في الاستخدام يعني ما ينفعش تستخدم بدري في الحمل يعني فيه دواء كده الشريط بيتحط على اللسان يمنع الترجيع لكن ده له شرط حتى لما تقروا النشرة بتاعته الطبية هتلاقي لك ممنوع استخدامه مثلا في خلال أول 13 تمام كده؟ طيب ايه تاني أنواع من الأدوية معرضة الزوجة الحامل انها تكون في حالة او في احتياج لها؟ الأدوية بتاعت الحساسية او ما يعرف بالأدوية مضادات الهيستامين اللي احنا بسميها انتيهيستامينكس اغلب الناس بيعرفوها باسم أدوية الحساسية معظم أدوية الحساسية دي ممنوعة معظمها ممنوعة خلال فترة الحمل ونصحتنا لك هي محاولة تجنب ما يثير الحساسية من الأساس يعني انتي عارفة اللي بيجيب لك حساسية او بقى عندك معرفة دلوقتي لان احنا اتفقنا في الحمل ممكن يجيلك حساسية من حاجة ما كانش بيجيلك قبل كده ممكن يجيلك حساسية من نوع برفان جزج بيحطه او من نوع طبخ معين بيطبخ او من نوع معطر جو وهكذا ما كانش بيعملك حساسية فيبقى الحاجات اللي بتعملك حساسية من الأساس تتجنبيها الحاجات اللي ابتديتي تكتشف انها بتجيب لك حساسية تتجنبيها وده لانه معظم ادوية الحساسية ممنوعة استخدامها في الحمل على فكرة الاقتراح اللي انا بقول لحضراتكم ده اللي هو تجنب اسباب الحساسية بيؤدي لنتائج ايجابية جدا مع معظم الحوامل طبعا تجنب مثيرات الحساسية زي ما قلنا زي قلتلكو زي انواع معينة من الأطعمة أو الملابس أو الروايح وغير كده كتير بيحصل لما بتكون يعرفة ان في شيء معين بيسببلك الحساسية وبالتالي تقدر يتتجنبي هذا الشيء طيب نيجي لتالت حاجة مسكنات الألم الأدوية المسكنات يعني اللي هو بنسميحنا بين كيلرز خلاص في بعض الأنواع منها بعض الأنواع بتكون آمنة خلال الحمل ودي أنهي أنواع بقى اللي بتتميز بقصر فترة تواجدها في الجسم يعني فيه أدوية مسكنا مسكنا للألام يعني من مزاياها من مزاياها تصنيعيا يعني أن الجسم بياخد منها التأثير المطلوب ويتخلص منها بسرعة لكن برضو وأنا بقوله فيه برضو فيه أنواع تانية مضرة وللأسف الأنواع بقى المضرة هي الأنواع المشهورة اللي حضراتكم كلكم عارفينها وناس كتير قوي رجال أو ستاة عملين ياخدوها طول الوقت خلاص دي الأنواع المضرة في الحمل علشان كده لما تسألي طبيبك لازم تركزي على الأنواع سريعة المفعول قصيرة المدى وممكن برضو تجربي وسائل طبيعية تانية لمقاومة الألم زي مثلا لو عندك صداع تدليك الراس يعني أنك تعملي راسك أو تدليك كده أو زوجك حتى يعملها أو أنك تاخدي حمام دافي وتسترخي بعد كده في حالات ألم الجسم برضو ده بيفيد جدا هو الحمام الدافي والاسترخاء ده بيبقى أحسن من أي مساكن طيب إيه تاني من أنواع الأدوية بيكون فيه عرضة لاستخدامها خلال الحمل وعايزين نعرف هي مضرة ولا مش مضرة المضادات الحيوية الأنتيبيوتكس المضادات الحيوية فيه أنواع منها آمنة تماما خلال الحمل أنواع معينة وأنا بقوله اللي عارف الأنواع دي أنا مش أقول لكم عليها اللي هما تخصصهم أمراض النساء والولادة اللي بتابعوا حضرتك بالتحديد بالمناسبة فيه أحوال مرضية لقدر الله يعني بتستوجب العلاج الفوري بالمضادات الحيوية يعني تلاقي مثلا زوجة حامل عندها التهاب في الصدر زوجة حامل عندها التهاب في مجرى البول ما هي دي مش هتتساب الحاجات دي مش هتتساب الحاجات دي هتتعالج وهتتعالج بمضادات حيوية لكن وقتها بقى الدكتور بيختار لك أحد الأنواع الآمنة الأمنة خلال الحمل نصحتنا لحضرتك أنك تتجنبي تماما أنواع محددة من المضادات الحيوية زي مثلا عيلة كده يعني أنا هقول لكم مش هقول لكم المسموح هقول لكم الممنوع قوي بقى حاجة كاسمة تيترا سايكلين دي بتأثر سلبيا على عظام الجنين وأسنانه اللي هي المادة الفعالة اللي فيها يعني الاستريبتومايسين ودي بتؤدي المشاكل في أذن الجنين وحسط السمع السلفة ودي بتأثر سلبيا على كبد الجنين مرة تانية فيه أنواع كتيرة من المضادات الحيوية آمنة بشرط أن الطبيب المتابع لحضرتك هو اللي يرشحها لك طيب إيه تاني من الأدوية اللي بتكوني معرضة أنك تكوني في احتياج لها خلال الحمل الملينات لاكستفز الملينات بالمناسبة دي معلومة يعني على جنب كده غلط أن الحامل يكون عندها إمساك غلط أن الحامل يكون عندها إمساك لأنه الإمساك غلط من أكتر من ناحية بيمنع أني تكلي كويس وسانيا لما أي حد في الدنيا بيبقى عنده إمساك بيبقى علشان يخرج بعد كده بيعمل إيه؟ إحنا حتى عارفنا باللفز الدارك الطفل الكبير يحزق ده غلط في الحامل علشان كده دايما ننصحك أنه في الغذاء الصحي اللي تكليخ للحمل يكون بتاكلي خضروات فواكه تشرب حليب لبن يعني تاكلي عيش أصمر العيش اللي هو أبو ردة العيش ده مفيد جدا أنه يمنع الإمساك لأن كل دي ملاينات طبيعية خاصة أنواع الأطعمة اللي بتحتوي على الألياف الرز فيه ألياف العيش البلدي فيه ألياف الخضروات طبعا والفواكه وهكذا كمان بننصح دايما بشرب المية بشكل منتظم لأن ده بيقاوم حدوث الإمساك لكن إذا بعد كده لقدر الله فضلتي تعاني من الإمساك فما تقلقيش ليه؟ لأن معظم أنواع الملينات اللي موجودة في الصيدليات آمنة يعني آمنة مع الحمل وطبيبك هينصحك بأحد الأنواع دي وعلى فكرة كتير قوي من الملينات بتكون عبارة عن أعشاب طبيعية بس الخطورة في استخدامها دون إشراف طبي ليه؟ لأن فيه أنواع أنت ممكن تستخدميها أولا كل الملينات تستخدم بالليل عشان نبقى متفقين يعني بس فيه ناس ممكن تقول إيه؟ أنا ممكن أخدها مرتين في اليوم ممكن أخدها ثلاثة ممكن أخدها يوم في يوم ما فيش عصلية بتبقى أحيانا في هيئة إقراس أو أحيانا في هيئة زي بكتات كده زي الشاي خلاص في هيئة إقراس وهكذا فلازم برضو الطبيب والطبيبة المتابعين لحملة حضرتك هم اللي يرشحوا لك النوع الآمن ومعلومة يعني أنه معظم الملينات بتكون حاجات مش مركبات كيميائية ده معظمها مش كلها تمام؟ الدور بعد كده على أدوية تانية وهي أدوية مضادات الحموضة أنا باختر لكم الأدوية اللي كل الحوامل أو كل اللي مروا بتجربة الحمل فاهمين أنا ليه بقول الأدوية دي ليه قلت مضادات الحسسية ليه قلت الأنتيبيوتكس ليه بقول أهول مضادات الحموضة ليه بقول الملينات لأن دي الحالات الطبية اللي أنت بتكوني معرضة لها خلال الحمل فمن ضمن الحالات الشهيرة قوي زيادة الحموضة وده طبيعي أولا لأنه الجنين بيجبر ما شاء الله والرحم بيتمدد فبيرفع الحجاب الحاجز لفوق ثانيا هرمونات الحمل برضو بتزيد من إفراز العصارة المعيدية أو العصارات الهضمية بشكل عام عشان كده كتير أهم الحوامل يحسوا بالحرقة بتاعة الزور أو حرقة المعدة زي ما بيقولوا وبيبقوا في احتياج لمضادات الحموضة تمام؟ اللي بنسميها الأنتاسدز الأدوية اللي ممكن تلاقي نفسك في احتياج يعني ليها دي اللي هي زي ما بقول بتاعة حرقان المعدة أو حرقان فلم المعدة ده عرض شائع جدا في الحمل خصوصا في الفترات الأخيرة وزي ما قلت ده نتيجة ضغط الجنين على المعدة وارتفاع الحجاب الحجز معظم الأدوية دي أمانة خلاص بس في آخر لكن لازم تجنب أنواع معينة معظم الأدوية دي آمنة لكن لازم نتجنب أنواع معينة وعلى رأس هذه الأنواع أي نوع بيحتوي على بايكربونات السوديوم أو السوديوم بايكربونات على فكرة السوديوم بايكربونات بس عشان تبقوا عارفين هقول لكم معلومة يعني السوديوم بايكربونات ده بيستخدم حتى في الخبز وفي الحاجات المخبوزات وكده فيه دواء شهير قوي بيتباع في الصيدليات كده ناس كدير قوي بتاخده اللي هو الفوار الفوار اللي هو الفواكه والحاجات دي كلها ده عبارة عن سوديوم بايكربونات فده ممنوع يعني ده غلط يعني ما فيش زوجة حامل تاخد هذا هذا المستحضر الطبي لأنه غلط تمام كده؟ طيب ايه تاني أدوية ممكن تكوني محتاجة لها مدرات البول أو الديوريتيكس مدرات البول بقى لابد من تجنبها خلال الحمل لابد من تجنبها مدرات البول لابد من تجنبها خلال الحمل ولولا قدر الله لاحظتي تورم في الوجه أو القدمين أو اليدين سواء مع بعض أو في أحد هذه الأماكن في القدمين أو اليدين اليدين أو القدمين أو الوجه ها لازم تروحي للطبيب فورا مش هروح له الأسبوع الجاي لا فورا ليه لأن ظهور هذه الأعراض بعد فترة من مرور الحمل ممكن يكون إشارة لارتفاع ضغط الدم بشكل كبير وهذا إذا لم يتم السيطرة عليه وعلاجه بشكل حاسم قد يؤدي لا قدر الله لا قدر الله لحالة طبية معقدة تعرف باسم تسمم الحمل وبالمناسبة تسمم الحمل ده من ضروريات الولادة المبكرة يعني مش أنتوا بتلاقوا أحيانا الناس كده تبقى في نهاية السابع أو في التامة ويقول لك لا لازم تولد عشان خلاص الضغط بتاعها عالي دي من ضمن المسببات من العلامات المبكرة قوي تورم اليدين والقدمين والوجه يحصل هذه الأعراض لقدر الله ارجعي لطبيبك أو طبيبتك فورا أدوية كمان بتكون مشهورة قوي الناس بتبقى عايزة تاخدها لأنه بيحصل نزلت البرد أدوية علاج البرد خصوصا بقى في الأيام اللي هي كمان إيه يعني في أيام الشتاء والأيام الحقيقة بتاعتي الصيف بقت برضو عرضة الناس كلها بيجي لها برد لأنه بتبقى الأجواء حرة جدا يستخدموا المراوح أو الناس اللي عندهم أجهزة تكييف أو حتى بتبقى الدنيا حرة في الشارع يدخلوا مثلا محلة أو يدخلوا مكان تلاقي الدنيا بردي جدا يعني أنا بعرف يعني ناس جالهم نزلت برد وهم راحين مثلا يعملوا متابعة طبية هما يعملوا تحاليل تخيلوا بقى مش أقول لكم مثلا راحين سوبر ماركت ولا بتاع ليه بيكون الجو حر جدا بره يدخلوا مركز الأشياء أو مركز التحاليل وتلاقوا فجأة التكييف معمول على درجة كبيرة جدا بعد ما يعودوا فترة يرجعوا تاني في الحر فبرضو دي دعوة يعني أن الناس تبقى معتدلة شوية في استخدام أجهز التكييف في الأماكن يعني اللي بيروحها حتى على الأقل المرضى يعني زي المستشفيات والمعامل ومراكز الأشياء أو هكذا تمام بالنسبة لأدوية نزلات البرد يفضل تجنبها يفضل تجنبها هنرجع تاني ونقول البدائل الطبيعية من الوسائل المنشطة للمناعة سواء كانت التغذية أو الراحة أو استنشق البخار حتى يعني فيه حاجات كده بتتحطوا بتاع بتقعد نشم البخار بتاع خلاص يعني فيه داوة حتى بيتحطوا بنشم البخار مش لازم بنشرابه بقى خلاص كده وفيه أدوية بتتبع في الصيدلية بتتحطها على مية وتغلي ونقعد نشم البخار لكن فيه وسائل تانية العصاير الطبيعية والحاجات دي كلها الحاجات دي الحلول دي ممكن تؤدي لنتائق كويسة جدا جدا أخيرا الأدوية المحتوية على الكورتيزون أو الستيرويدز يعني كلمة كورتيزون بس عشان تبقوا عارفينها ما بتكتبش في المستحضرات بكلمة كورتيزون في المستحضرات الدوائية هتلاو كلمة ستيرويدز المسموح استخدام الأنواع الموضعية فقط يعني إيه الموضعية؟ يعني الكريمات أو المراهب وبرضو دي لها شروط يعني الأدوية اللي بتحتوي على الكورتيزون بتتاخد أحيانا على فكرة بتتاخد أحيانا بس بتتاخد لأغراض تانية خالص في الحمل يعني مش مجال إن إحنا نتكلم فيها دلوقتي بس أقول لكم على الماشي كده يعني أحيانا تلاقي الطبيبة أو الطبيب المتابعين لحملك هيقولك هتاخدي الحقن المعانا على فكرة دي حقنة كورتيزون بس هو بيبقى بيهدف لحاجة تانية خالص خاصة مثلا بنمو وتطور الرئة عند الجنين عند الجنين مش عند حضرتك تمام؟ فدي ممنوع تماما استخدام أدوية تحتوي على الكورتيزون أو الستيرويدز دون إشراف طبي دون إشراف طبي إنما مسموح بإيه؟ بالمستحضرات الموضعية المراهم والكريمات ودي ليه عشرتين زي ما قلنا الشرط الأول إن الطبيب هو اللي يحدد لك النوع لإن فيه أنواع بتحتوي على نسب كورتيزون عالية وفيه أنواع بتبقى نسب كورتيزون كفيفة الشرط التاني هو إنه استخدامها ما يكونش في مساحات كبيرة من الجسم ما يكونش يعني يكون في مساحات محددة خلاص ما نعودش مثلا ندهن بطننا كلها ولا ندهن رجلنا كلها وهكذا بالمناسبة البخاخات المستخدمة في علاج الأمراض الصدرية آمنة لكن برضو لازم مراجعة الموضوع مع طبيبك إحنا حاولنا دلوقتي نتعرض لأشهر الأنواع العامة من الأدوية اللي ممكن يكون فيه احتياج لاستخدامها خلال الحمل وفي النهاية عايز حضراتكم أورجع أفكر حضراتكم بالقواعد والنصائح الأساسية لتناول الأدوية خلال الحمل وهلخصها لكم في ثلاث نصائح النصيحة الأولى أنه ما فيش دواء يتاخد احتياطي أو بدون احتياج أي دواء يتاخد لغرض محدد لوقت محدد بجرعة محددة النصيحة الثانية أن الطبيب أو الطبيبة اللي بيتابعوا حملك لازم يكونوا على علم بهذا الدواء اللي انت بتاخديه غير الالتزام بالأدوية اللي ممكن يكون مقررها لك طبعا الطبيب أو الطبيبة من البداية زي ما قلنا الفوليك أسد أو الكالسيوم أو الحديد وهكذا خلاص فيه ناس بيبقى عندهم مثلا أنيميا ومش عارفة فلازم ياخدوا عليك أما النصيحة الثالثة وهي الأخيرة فهي أنك ما تخفيش ما تخفيش من أنك تقولي للدكتور أنك عندك شكوى معينة فيه ناس بقى بيعكسوا الحكاية يعني تلاقي الزوجة الحامل تبقى عندها وجع معينة أو معاناة معينة تقولك لا أنا مش هقول للدكتور ليه يا سيد تقولك أصلا لو قلت له هيكتب لي دواء والدواء ده هيأثر على الجنين الدكتور اللي بيتابع الحمل ده خايف على الجنين أكتر منك عشان تبقى يعرفه خلاص الحكاية دي زي ما قلنا مش صح لأن زي ما عرفته كده كتير جدا من الأدوية ممكن يتاخد خلال الحمل لكن بشرط زي ما بقول ونش عارف قلتها كم مرة تحت الإشراف الطبي هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم وموضوعنا التالت هيكون عن الرياضة خلال الحمل هنطلع لفاصل يحكى أنه مازال متواصل خليكم معي أهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثالث والأخير من حلقة النهاردة من يحكى أنه وهي استكمال لموضوع حلقتنا عن الحمل وبكرر وبعيد لكل المتابعين ليحكى أنه وعلى صفحتي الشخصية يا جماعة احنا بنقدم هذه المعلومات بناء على رغبة يعني آلاف من السيدات والزوجات اللي قال طلبوا مننا هذا الأمر فعشان يبقى بنردي كده زي ما بقوله جميع الأطراف أكيد لما هنخلص حلقتنا دي عن الحمل وكل ما يتعلق به هنرجع بقى تاني لموضوعاتنا الخاصة بالأطفال اللي انتم متعودين عليها موضوعنا التالت في حلقة النهاردة هو عن الرياضة خلال الحمل التدريبات المنتظمة وحفاظك على اليقتك البدنية بيخلوا جسمك في حالة رائعة طوال فترة الحمل لكن لازم تاخديه في الاعتبار ان كل اللي بتعمليه هو في الأساس عشان مصلحة الجنين كل الرياضة اللي حضرتك بتمرسيها آه عايزة تحفظي على صحتك وكل حاجة تمام لكن في الأساس الهدف الأول دلوقتي الأسمة هو الحفاظ على صحة الجنين يعني النشاط الرياضي اللي حضرتك هتمرسيه لازم يكون مناسب للجنين تمرينات الرياضة بتحسن عند حضرتك طبعا أداء القلب والدورة الدموية والرئتين الرياضة أكيد كمان هتساعدك على التحكم في الوزن بشكل صحي خلال الحمل الرياضة هتقلل مشاكل الجهاز الهضمي الرياضة هتخفف وجع العضلات هتخفف أو هتقلل قوي حدوث التقلصات لأنها بتخلي عضلاتك في حالة من المرونة الصحية التمرينات الرياضية كمان بتحفز إفراز مواد كيميائية في المخ زي السيريتونين والدوبامين اللي هي الإندورفنز والمواد دي هي اللي بتساعد على توازن واعتدال الحالة المزاجية والحفاظ على الشعور بالسعادة ومقاومة التوتر الدراسات الطبية أكدت كمان أن التمرينات الرياضية خلال الحمل مش بس بتساعد على الولادة لكن كمان بتساعد على الاستشفاء بعد الولادة بشكل أسرع يعني أن انت جسمك يسترد عافية وصحته بعد الولادة بشكل أسرع وده طبعا بيزود قدرتك على العناية بطفلك وإنك تقدمي له كل اللي محتاجه طبعا لازم التنسيق برضو مع الطبيب أو الطبيبة المتابعين للحمل بأنهم يكونوا على علم وموافقة مش علم بس يعني هم يدون الدوق الأخضر يدوا حضرتك الدوق الأخضر يوافقوا كمان على نوع الرياضة اللي هتمرسيها واللي أكترها من ناحية الأمان هم رياضتين المش والسباحة اسمعي دايما لصوت جسمك وردود فعله خلال ممرستك للرياضة وانت حامل يعني إيه؟ خليكي فاكرة دايما أن اللي بتعمليه زي ما قلنا لمصلحت الجنين ومصلحتك فالتمرينات الرياضية هنا خلوا بالكو قوي مش الغرض منها إطلاقا انقص الوزد مثلا وطبعا في أحوال طبية محددة لازم مراجعتها مع طبيبك لأن وجودك فحلة منها لقدر الله بيكون سبب كافي لإيقاف التمرينات الرياضية دي بشكل مثالي لازم فترة الرياضة الرياضة اللي هتمرسيها تكون عبارة عن فترات للتسخين يعني تسخني كده الأول ماشي نشاط الايروبيكس والايروبيكس اللي هي التمرينات اللي هي زي إطالة العضلات وفرد عارفين لما بتشوفه في مباراة كرة القدم ويقول لك اللعيب ده بيسخن مش بيسخن مش بيجهد نفسه أو بيبتدي يتحرك يجري بسيط تمام تبتدي يعمل تمرينات كده يمين وشمال بالزراع وبالرجلين يعني ناس كتيرة قوي قوي بيبعارفين تمرينات الايروبيكس أو التدريبات الهوائية دي تمام وتنظيم التنفس وشرب المياه ضروري طبعا خلال يعني فترة الحمل بشكل عام وضروري بشكل خاص خلال ممارسة الرياضة لازم كمان تخلي بالك ان الملابس والأحزية اللي تستخدميها وانت بيتمارس الرياضة تكون مريحة وملأمة خلي بالك ان لازم الأحزية تكون ملأمة قوي لكي طوال الحمل مش بس خلال الرياضة عايز بقى ألخص لحضراتكم قصة ممارسة الرياضة في نموذك كده نفضل حافظينه كلنا وهو كلمة فت مش فت اللي هي مناسب لأ فت F-I-T-T F-I-T-T دول أربع حروف اختصار لأربع كلمات بيلخصوا ممارسة الرياضة بشكل عام خلال الحمل ال-F أول حرف اللي هو ال-F ده بيرمز لكلمة Frequency يعني ايه؟ يعني التكرار يعني كل قد ايه المفروض ممارسة الرياضة Frequency كل قد المفروض اعمل رياضة كل قد وانا حامل الاجابة هو انه يفضل البداية بمعدل بسيط يعني ايه؟ يعني يوم مثلا أو يومين في الأسبوع تبالك وانا قلت ايه؟ يوم أو يومين في الأسبوع حتى لو كنت حضرتك بتمارس الرياضة بانتظام قبل الحمل وبعد كده انت بقى هتتحكمي يعني او هتعرفي هل ممكن نزود عدد الايام ولا لا احنا قلنا هنبدأ بيوم أو يومين مالناش دعو كنت تعملي قبل كده فيه ناس تقولك انا كنت بمارس رياضة كل يوم لأ انت دلوقتي حامل فتبتدي بيوم أو يومين وبعد عدة أسابيع يوء أسبوع أو أسبوعين ثلاثة بتبتدي انت تحكمي هقدر ازود عدد الايام ولا لا طيب يبقى قولنا اول حرف اللي هو الاف بيرمز لفريكونسي أو العدد المرات أو يعني الاعتياد الممارسة قده حرف الاي ده اختصار لكلمة انتنستي أو القوة والقوة هنا المقصود بيها هو قوة وشكل التمارين ايه المستوى اللي انا اعمل بيه التمارين المطلوب هو المستوى المعتدل النقطة دي بالذات يا جماعة يعني فيه اختبار مهم جدا وبسيط جدا اسمه توك تيست أو اختبار التحدث ايه هو التوك تيست ده التوك تيست ده أو اختبار التحدث عبارة عن قياس قدرتك على الاستمرار في الحديث أو الكلام خلال ممارسة التمرين من غير ما تحسي بصعوبة في التنفس يعني حضرتك احنا قلنا الرياضة المثالية قوي الماشي ماشي حضرتك وانت ماشي اتكلمي اتكلمي مع حد يعني بيمارس رياضة الماشي معاك او اتكلمي في التليفون اتكلمي حلص طول ما انت اقدر اتكملي كلامك سواء مع زي ما اتفقنا مع اللي بيشاركك التمرينات او اللي بتكلميهم في التليفون او كده بشكل طبيعي من غير ما بتدتي تنهجي ده بيكون مؤشر ان مستوى الجهد او قوة التمرين اللي بتبزيليه في نطاق الامان بالنسبالك اول ما تلاقي نفسك ابتدتي تنهجي اعرفي ان مستوى التمرين لازم يقل او يوقف عشان كده اسمه talk test اختبار التحدث يعني وحضرتك ماشية كده ويفضل طبعا يكون معاك حد وياريت لو زوجك كمان وماشيين وده بيفتح كده افاق للحديث ما بينكوا في حاجات حلوة وانتو ماشيين انت وزوجك انت واحد اصدقائك انت وحد من قرابيك لوحدك يا سيتي اتكلمي لقيت نفسك بتنهجي اعرفي ان المستوى بتاع الرياضة اللي انت بتمرسيه حتى لو الماشي يبقى ده مش صح او يعني قوي عليك يبقى اخدنا حرفين حرف الف وحرف الاي فضلينا حرفين تي الحرف التالت هو تي وبيرمز لكلمة ايه تايم والمقصود بيه الوقت المسموح للتمرين بيكون قد ايه انا هقول لحضرتك ممكن تبدأي بفترة من خمسة الى عشر دقائق وتزودي بعد كده الوقت حسب مقدرتك بمعدل زيادة اتنين دقيقة في كل مرة لكن بشرط ان الوقت اللي هيتجاوز تلاتين دقيقة كحد اقصى يعني حدك الاقصى في ممارسة الرياضة تلاتين دقيقة نص ساعة مش اكتر من كده وارد جدا ان يكون اقل وكويس قوي برضو يعني ما فيش مشكلة اما اخر الحروف فهو حرف تي التاني اللي هو بتكرر مرة تانية وده بيرمز لكلمة تايب او نوع الرياضة والمقصود هنا هو نوع التمرين الرياضية المسموحة واللي قلنا ان اكتر انواعها من ناحية الملاءمة والامان هما رياضة الماشي او السباحة خلاص دي كانت حلقتنا النهاردة اتكلمنا فيها مع حضراتكم عن اختبار الحمل وقلنا معلومات كتيرة من خلال خمس اسئلة مهمين جدا جدا اتكلمنا عن المحاذير الخاصة بالادوية العلاجية اللي بتستخدم خلال فترات الحمل واتكلمنا اخيرا عن الرياضة خلال الحمل وقلنا القصة كلها ارجعوا لكلمة فت دي لان دي هتحدد لكم حاجات كتيرة او F-I-T-T هتحدد لكم النوع هتحدد لكم القوة هتحدد لكم العدد المرات وهكذا تمام؟ انا عارف ان الموضوعات ما بتخلصش بس احنا بنحاول ننتقي اكثر الموضوعات الشائعة يعني اكثر حاجات شائعة الناس كلها ممكن تمر فيها خلال فترة الحمل وانا واثق ان في حاجات اكيد حاجات هتفوت مننا دور حضراتكم بقى انكم تسألونا فيها ابعتولنا قولولنا الموضوع الفلاني من خلال اسئلة حضراتكم هتلاقونا بنجاوب يا اما انا بجاوب بشكل شخصي او بناخد هذا السؤال او هذه الاسئلة كرؤوس موضوعات نقدر ناخدها في الاعتبار في حلقاتنا القادمة ان شاء الله لسه الحلقات الخاصة بالحمل مستمرة معنا يعني ان شاء الله في حلقتين كمان باذن الله الحلقة القادمة والحلقة بعد القادمة وهنكون بقى قفلنا هذا الملف بالكامل مع حضراتكم بشكركم جدا جدا وبدعوكم مرة تانية ان اي حد عايز يرجع لأي حاجة قلناها في حلقة النهاردة او الحلقات السابقة ارجعو لها في اي وقت على وسائل التواصل الخاصة بيحكى انا اشوفكم ان شاء الله على كل خير يوم السبت القادمة سلام عليكم